موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود يعتبر كثير من المراقبين أن العام 2008 سيكون من الأعوام الفاصلة في تاريخ السودان الحديث أكبر الدول الإفريقية من حيث المساحة فالدولة التي كانت جزءا من مصر حتى العام 1956 ثم انفصلت عنها أصبحت الآن مهددة بتفتيتها إلى دولات من خلال دعم انفصال جنوبها وشرقها وغربها وسط مؤامرات غربية وعالمية عليها وفي هذه الحلقة نحاول فهم أهم التحديات التي تواجه السودان مع أحد أبرز الشخصية السياسية التي ارتبطت بالمشهد السياسي السوداني خلال الأربعين عاما الماضية الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي في السودان غلد في مدينة كاسلا في السودان في فبراير عام 1932 في بيت علم ودين حصل على الماجستير من جامعة أوكسفورد في بريطانيا عام 1957 وعلى دكتورات دولة من جامعة السربون في يوليو عام 1964 حول موضوع حالات الطوارئ في الفقه الدستوري عمل أستاذا للقانون في كلية الحقوق جامعة الخرطوم ثم أصبح عميدا لها عام 1965 استقال بعدها وتفرغ للعمل السياسي حيث أصبح عضوا في البرلمان السوداني لمع نجمه السياسي عام 1964 حينما شارك في الانتفاضة التي قامت ضد نظام حكم عبود وفي العام 1969 أصبح زعيما للإخوان المسلمين في السودان اعتقل بعدها في ظل حكم نميري مرتين قضى خلالهما في السجن ما يقرب من تسع سنوات أفرج عنه النميري عام 1979 ثم عينه رئيسا للجنة المكلفة بمراجعة القوانين من أجل أسلمتها بعد ذلك عوين وزيرا للعدل حتى العام 1983 حيث عينه النميري مستشارا لرئيس الدولة للشؤون الخارجية ثم انقلب عليه النميري مرة أخرى وأدخله السجن عام 1985 ثم أطاح الفريق صور الذهب بعد ذلك بشهر بالنميري حيث خرج الترابي مع باقي المعتقلين السياسيين من السجن واختلف مع الإخوان المسلمين وأسس الجبهة القومية الإسلامية وحقق مفاجأة كبرى في انتخابات العام 1985 حيث حصل حزبه على 53 مقعدا ليحل ثالثا وبفرق ضئيل بعد حزبي الأمة والاتحادي أما في العام 1988 فقد دخل حزبه في اتلاف مع حزبي الأمة والاتحادي حيث عين الترابي نائبا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة الصادق المهدي لكنه كان يدبر الانقلاب عسكري حيث تمكن في يونيو عام 1989 من الإطاحة بحكومة صهره الصادق المهدي ودخل الترابي السجن بترتيب مع الانقلابيين ثم خرج بعد ذلك وكان الزعيم السياسي والروحي لصورة الإنقاذ في السودان حتى اختلف مع الرئيس البشير وأدخله البشير السجن ثم أفرج عنه بعد سنوات ليصبح من أشد المعارضين للرئيس البشير لمشاهدين راغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواة في البرنامج التي ستظهر تبعا على الشاشة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الانترنت www.aljezira.net دكتور مرحبا بك وعليكم السلام ألقي إليك التحية وإلى المشاهدين من حولنا وعليك السلام حياة حفلة بالصراعات والسجون والمعتقلات وبالتدافع لكن السودان في هذا العام 2008 يقف على مفترق طرق ما هي قراءتك لما يمكن أن تأول إليه الأمور في هذا العام 2008 ليست حياتي هي الغنية الحافلة بالأحداث المتقلبة ولكن في بيئة السودانية كتب الله لها في عصرنا هذا كذلك أن تكون حية وتقلبة غنية بالعضاء والتجارب إذا استثمرها الناس في حاقبة الأمور ويمكن أن تؤدي بها إذا تفاقبت الأمور السودان لا يكاد يقبل على أفاق من البشريات في هذا العام ولئن تجاوزنا صراعات الجنوب التي انتدت منذ الاستقلال ولكن كنا نجربها كانت تتفاقم وتحتدم ثم نسوي الأمر بالسلام ولكن مرة أخرى ينفتق الرتق مرة أخرى مرة بعد مرة وهذه اتفاقية برغم أنهم كتبت علينا بقوة دولية من وراء قوة الجنوب وحسبناها هي الكافية والشافية لها ضمانات دولية وقوة ولكن ما تزال الصراعات الثقة لم تنعقد بين الطرفين والاختلافات ما تزال تدور والدماء على حدود اليونو والشمال الآن تسيل كذلك بالطبع إذا أصاب المرأة عضو تداعى عضاء آخرون قامت دارفور والآن المسألة لا تكاد تتقدم لا نرى كيف يتقدم العلاج الآن في هذه السنة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز وفي الشرق كذلك نعقى اتفاقية سلام بين حكومة السودان وحكومة إثيوبيا ولكن دخلت إلى الشرق قديما فوجدت أن قواعد الشرق تستعر بالأزمة والظلامات التي كانت تتشكى منها كثيرا وكذلك أم الأمور هي الحكم المركزي بالطبع الذي تتفرع من هذه الأزمات يعني كعقل الإنسان إذا مات العقل مات أطراف الإنسان لكن في ظلها الآن الخلافات بينها وبين المعارضة حول الانتخابات وحول الحريات وحول هذه الأشياء لا تتوقف يعني صراعات الحكم مع المعارضة لسيما لديكم في السودان يعني لكنها أصولية في بنية الحياة هي ليست في التناوب والتعاقب على دولات ما حدش بيتناوب اللي بيعود في السلطة ما بيسيبهاش لا لكن في السودان هي على أصول أصول مناهج التناوب وميزان الحرية بين حرية الفرض وبين السلطة من جانب هذه المسائل الآن تشتد فيها طيب حتى أحاول أن أضع المشاهد في إطار هذه الرؤية التشاؤمية التي أشرت إليها والتي يشير لها كثير من المراقبين أنت عدت للتو قبل أيام فقط كنت في شرق السودان في رحلة مطولة جبت فيها كثيرا من المناطق وشرق السودان من المناطق التي هناك مخاوف أيضا من أن يحدث فيها دعم لانفصالها عن الدولة الأم أو عن قلب السودان كيف رأيت الأمور في شرق السودان أولا أنا إذا وصفت الحالة المعلولة في السودان لا تشاهد أصلا وإلا لقعت ولكن فقط لابد أن نشخص كل العلل حتى نقبل عليها بكل الجهد وأنا راجن إن شاء الله ومستبشر أن نخرج من كل هذه الأزمات في الشرق الذي ذكرت إن عقدت اتفاقية سلام لكن بدت للناس أنها اتفاقية بين حكومة السودان وحكومة إيريتريا بالطبع وانفتحت الحدود الآن وينبغي أن تخرج التجارة الحرة بين البلدين وسوية الأمور لا سيما أن عندنا غطاء كبير من اللاجئين من إثيوبيا هم عرب حديثوا الحيرة للسودان من رشايدة ما يزال يعني يبين أنهم ليسوا من من نمط السودانيين العام ومن قبائل القرن الأفريقي أنت تعلم السودان يمتد حول الجيران التسع بغير حدود هذه حدود رصها الاستعمار يتقث على قسمته هو في أوروبا ولكن نحن نمتد كذلك في كل هذه البلاد حولنا فالشرق هو لا يكاد ينفصل عن القرن الأفريقي بريتريا في إثيوبيا لغة وعرقا وتاريخا مع ارتباطه مع سائر السودان لكن تبين لي أن الغطاعات واسعة من الجماهير تشعر أن قطية الإقليم نفسه ومشعره بأنه هو المركز يستأثر بكل الثروات ويقبض على كل السلطات ويحتكر ويستمركز بها ولا يبسط للناس أن يشتركوا بما يليهم من سلطات وما يليهم من ثروات العدالة رغم أنهم طريقنا إلى ميناء الخروج فالغضب ما يزال يعتمل في السودان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نستدرك طب ما هو المخرج لإنقاذ شرق السودان والله هو المخرج فقط أنه هو ذات العلاج الذي حاولنا أن نكتبه لعلاج قضية الجنوب وعلاج المقرية هي أن نبسط الحكم أصودي بتبتلا يعني أنت بتعتبر المشكلة هي في في سلطة الحكم في عدم القدرة على إدارة أطراف الدولة المتباعدة والكبيرة والتركيز فقط على الخرطوم وما حولها نعم يا أخي الوجود كله كذا بالنسبة للإنسان إنسان له خيارات ليس كالنبات يعني ألوانها تختلف ولها أزواج ولكن الله سبحانه وتعالى بأقداره هو الذي ينظم ومعا ولكن الإنسان حر والله سبحانه وتعالى حتى صلتنا بالغيب يعني حر يمكن أن نشذ منه تماما ونخرج ونعصي ونكفر ويمكن أن نقترب إلى الله زلفاء ونقترب الملائكة ونقترب إلى هكذا يعني هذه أصول الوجود للإنسان هكذا يعني في البلاد المترامية الأطراف كالسودان ليست بقطر محدود ومجتمع منظوم يمكن أن تديره بسلطان واحد الأذرع يمكن أن تبلغ كل الأطراف بكل عناية و بكل رعاية ولكن إذا امتد لا بد من أن توازن الله وازن بيننا أن نعبده وحريتنا من جانب وأن نعبده كذلك من جانب آخر لو انتقلت للغرب درفور هل هناك خصوصية أيضا في المشكلات هناك الناس كلها تسمع عن مشكلة درفور وكثير من الناس ربما لا تفهم ما هي مشكلة درفور لا سيما وأن الدول الغربية تضغط بشدة في هذا الموضوع وتريد أن يعني تؤزم العلاقة بين السودان وبين درفور أخي أولا السودان ليس بقومية واحدة الآخرون رأونا السود الوجوه اسمنا سودان جمعوا اسم السواد فقط ولمنا وضمنا هكذا الاستعمار بحدود علاقاته الإستراتيجية في إفريقيا فقط فنحن مبتلون إما من هذا التباين أن نتواصل وننشئ شيئا غنيا بكل هذه العطاءات والمساهمات فيه أو تحدث فينا الفتن درفور هذه كانت دولة مستقلة مئات السنين أشد استقلالا وأثرا في العالم من بقية السودان وحدها كدولة درفور وحدها نعم دولة إسلامية وتملك كل المقومات لكي تكون دولة مستقلة نعم كانت لها علاقات دولية وكانت لها كيان والانجليز فقط استولوا عليها لا مع استيلاء على السودان ولكن في السنة السادس عشر من القرن الماضي لأنها ذات علاقات وهموم دولية مع العثمانيين في الحرب الأولى مع الألمان من أطافا مع المسلمين فغزوها وضموها وليعاقبوها تركوها كذا يعني لم يصلوها بوسائل الاتصال والطرق عزلوها ولم يعطوها حتى ذلك القدر القليل يعني حتى يتكافأ التعليم وخدمات التعليم والصحة تركوها كذا لأهلها لقبائلها يعني تثولى وكلهم من العرب والمسلمين أو من قبائل من المسلمين هم مسلمون كلهم نعم بعضهم عرب جاءوا قديم الزمان من الضرب على الأندلس من الدفع ذلك وآخرون وصولهم ليست عربية ولكنهم مسلمون وكلهم إذا تحدثوا العربية تهدثون لغة دينية كلهم ولبعضهم رطانات ولبعضهم لغات أم العربية لغة أم باختصار لخسل مشكلة دارفوري الآن للمشاهد هذه مشكلة أنها لما عريت الغضية مع الجنوب لما اشتد الوعي عند الناس وبدأوا يقارنون الأحوال في سودان بدأوا يشعرون بالظلم الذي خلفه لهم الاستعمار ولم يستطرق بعد ولسيما أنهم نفسهم طرد عليها قوارئ الزحف الصحراوي يدفع الرعاة طبعا جنوبا ويدخلون على الخضر على الخضر في المزارع الناس فتبدأ بعد لسيما أنها مناطق غنية بالماشية نعم غنية جدا بالماشية فبدأ الناس يعون بذلك الأمر فيريدون من المركز أن يبسط الموازين السلطة وأن يعطي كل قليم ما يليه من سلطة محلية وإدارة محلية ينتقبها ويتولى أمرها ويرى فقط المسائل القومية التي يجمعونها سودانا حسب وهذه لم ترعى ونصيبهم حتى من التعليم قلة ولذلك نصيبهم من الحكم وجودهم في شخص الحاكمين ولاة السلطة وظائف العليا كانت ضعيفا فبدأوا يدركون أنهم في ظلامة وأن الجنوب لقي حقه بالمدافعة قوة بقوة لأن الحجج لم تغني أصلا والترجيات فبدأت فيه بعضهم حمل السلاح لذلك حتى يريدوا أن يحق الآن بدأت تصهر حتى كلمات فقط لكنها ليست متمكنة مثل الجنوب حق المصير نحن مواطنون في السودان بخيارنا ولن الحق أن نتخيل غير ذلك ما كانت هذه الكلمة بالرغم أنها دولة سابقة لأنها هي داخلة في السودان في العمالة الزراعية في الدفاع عن السودان في القوات المسلحة كانوا في الجنود وفي شرق السودان دفاعا عن المهدية استوطنوا هنالك فهم متمكنون الجنوب طبعا الجنوب الآن كمحور ثالث فيما يدور اتفاقية نفاشة التي وقعت في التاسع من نيناير في العام 2005 ستدخل هذا العام في عامها الثالث قطعت نصف المدة المتفق عليها قبل الاستفتاء النهائي على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين ما الذي يمكن أن يحدث بالنسبة للجنوب بالنسبة لاتفاق نفاشة ما مستقبل اتفاق نفاشة ما هو مستقبل الجنوب في ظل أننا الآن وصلنا إلى منتصف المدة المقررة ولم يتم عمل أي شيء من الأمور التي تم الترتيب تجارب التاريخ كلها من قبل تزرع شيئا من الارتياب قلة الثقة لأن من قبل كانت لنا اتفاقية هذه سبب بين الشمال يبينوه تحت حكم عسكري الحكم طبعا إذا كان عسكريا يريد أن يقرض كل الأمور ويمركزها في سلطانه في زمن دي سببا والآن والآن انعقت اتفاقية بضمانات بقيت لهم قواتهم وتفاصلوا تماما في وقع الحكم وقوات دولية تحرسهم ولكن أولا بينهم حدود والحدود ليست حدودا طبيعية فاصلة حدود يتواصل فيها الناس بالدم وبالمعاش ويتحركون هكذا كل السودان في مناطق البترول الآن أصبحت هي المناطق المثيرة جدا ولكن كل المناطق وثانيا يريدون أن يعلموا نصيبهم من المال يعني أعطوا لا نسبتهم حقهم النسبي ولكن أعطوا مكافأة وعلاوة على ذلك ما يستدرك تخلفهم الزائد حتى يقاربوا المستوى العام للسودان فشكوا في أن أموال البترول أيضا لا يدري أحد بيانها وكل السودانين لا يشرون ليدركون بيانها بالضبط فلا يدركون ما هي نسبتهم المستحقة منها وكما قلت كثيرا من الشعارات ووازنة الحريات في البلد لم تتحقق ولم تتبدأ القوانين والعرض ما يمضي والحزب الحاكم في الشمال له أغلبية سناني وخمسون في المئة وهم أصبحوا أقلية إلا أن تصرخ فقط ولذلك بدأت تتوتر الأمور والآن تسويت شيء أما ولكن هذه التسوية الأخيرة وإذا المجموعة من الوزراء ليس التسوية يعني ما تزال الحدود فيها الدماء وحركة الحركة بين بين القبائل التي تعيش في الحدود طبعا أنت تعرف يعني قبائل الرعاة هؤلاء في زمن الخريف يرحضون شمالا وينزحون جنوبا فالنزوحة الآن أصبحت فيه متعسيرات لقبائل في كل حدود السودان عبر من الشرق مع إثيوبيا إلى الغرب مع أفريقيا الوسطى عبر مناطق ما يشنو هل تعتقد أن الحل لشرق وغرب السودان يمكن أن يندرج في إطار شيء واحد للجميع منظومة واحدة تحل بها هذه المشكلات ويتم إنقاذ السودان من التفكيك أصلا يا أخي ما في أصلا يمكن أن تنظم جماعة إلا إذا أسستها على الرضا إذا أسستها على القهر تظن أنك قد استوت الأمور وسكنت ولكن تتفجر في نفوس الناس وتعتمل التوترات الخارجة المارقة الجانحة وأيما فرصة تسنح يمكن أن تفجر البلاد فالآن السودانيون يستشعرون أن بلدهم عرضة لأن تتفجر بلادا مختلفة تماما لذلك لذلك الهم أصبح شائعا في كل أهل المهتمين هل هذه الأمور وليدة السنوات القليلة الماضية فقط أم أنها تراكمات لعشرات السنين المشاعر بخطر تشرذم السودان وتشتت أصبحت الآن حاضرة الآن فقط لأن النزعات هذه الإقليمية والظلامات ولت في الناس لا ولاءا قوميا مع الطوائف الدينية والأحزاب القومية حتى ينتظم السودان كله في أنظومة واحدة ولكن ولدت مشاعر نزعة قوة طارضة جانحة خارية في شرق وغرب وجنوب السودان ومناطق أخرى من كردفان كذلك فالسودانين كلهم بدوا يستشعرون أن الجسم الآن ينزع إلى أن يتشتت ما هي طبيعة الدور الذي تلعبه الأيد الخارجية في الموضوع لا سيما الآن وأن الغرب يحشد حتى الممثلين والفنانين والكل يتداعى من أجل ما يحدث في درفور وفي غيرها من المناطق الأخرى وهم لا يتداعون في أسوأ منها صحيح طبعا أولا لأن الإعلام هناك حاضر الإعلام الغربي وكشف لهم صورا من الشقاء والعذاب وهم يا أخي حتى رحمة للحيوانات هناك يعني لا يرضون أن يؤذى الحيوانات الأهليفة في البيوت يعني ويحاكمون عليها يعني وينزعونها عن أهلها ليتبنىها آخرون فالدفل كان من شعب أولا ولكن السلطان السلطات طبعا لها مبعاد أخرى استراتيجات أخرى يا أخي الكريم لكن من الخير لنا دائما أن نتذكر أنه ما أصابنا يمصيب ما كسبت أيدينا لأن العالم كله تدافع وإذا لم تبلغ هذه المنطقة منطقة ضغط واطئ لا تعصف عليها الرياح أبدا بل إذا كان ضغطها عاليا الرياح التي تهب منها فنحن بضحفنا بالفتنة الداخلية فينا هي التي استدعت يسرا للمتدافعين علينا غسيمة سودان الآن أصبح أولا بلد قائمة للإسلام فأصبح الخطر أن يمتد العروبة والإسلام في إفريقيا كبيرا ثانيا ظهر فيه البترول فالثروات المطامع أصبحت تصوب على السودان وتسعة جيران يعني السودان يمكن إذا امتلأ شرا أن ينشر الشر امتلأ خيرا يملأ الخير فالعالم كله يريد موازين لصالحه يعني يعني السودان في حد ذاتها هي مقصودة بما تملك الآن من ثروات بما تملك من موقع استراتيجي ومن ثقافتها من جيرة من ثقافة لأن الدول الأفريقية العربية الأخرى كلها محجوة بالصحراء أما نحن في داخل إفريقيا فنحن إذا قامت إلى اللغة العربية واللغة العربية الآن انتشرت في السودان كان الناس لا يتكلمون يعني لم تكن منتشرة من أبدا شمالية السودان الأخصى كان يتكلم النوبية وشرقيه بعضه يتكلم عربية بعضه لا يتكلم وغربيه كذلك وجنوبيه غلي لما ينطوه إلا في الحضر الآن أصبحت لغة سائدة في كل السودان وبدأت تسري خارج الحدود بالطبع وتحمل طبعا رسالة فغفية أخرى لا يرضاها الغرب طبعا دينية هل حكومة السودان الحالية تملك المقومات التي تستطيع من خلالها أن تفوض فرص عملية التقسيم وأن تتدارك هذه الأمور كلا يا أخي الكريم يعني إذا أردت هدايات الدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منذ مكة هيئه الله سبحانه وتعالى إذا تولى سلطان مستعفل فيما لا يدري فيما يستقبله ولا يدري ألا يكون ما هو بجبار وألا يسيطر على الناس وأن يكون الأمر الشورى بينه جاءت السور المكية الآن النظام نظام عسكري ونحن كل أزمات التي تفاقمت هذه بعد نظام عبوت بدأت تفجر علينا تفجرها الجنوب وعبود نفسه هذه الثورة التي ذكرتها كانت لأن قضية الجنوب استعارت ونحن قمنا لنقول الغضية ليست في تصويب على العلاج هناك لا بد أن تعالج كل القضية شاملة لكل ولاية أقسومتها ومنظومتها من الحكم ولنا كذلك نظام قومي في علاقاتنا الخارجية وعلاقاتنا المشتركة كلها بهذا التراضي هذه المعادة الجديدة التي نبحث عنها للذين التي ورثنا من الاستعمار يمكن أن يتعايش هذا البلد لا يتعايش هو وحده يمكن أن يمتد إلى جيرانك وربع إلى جيرانك هذا الانقلاب العسكري وهذه الثورة أنت كنت على رأسها أما كنت تعرف أن يمكن حكم العسكر يقود البلاد إلى ما قاد إليه طبعاً طبعاً ذكرت أنه نحن كنا ندبر لإنقلاب العسكري كل الحين لكن الواقع الأمر أن الإسلام أن النصوص الله سلم يدخل المدينة فتحاً وتعسكر على الناس ولكن دخله بالعقد لكن أنت تعلم في بلاد أخرى في جزائر في تركيا في بلاد أخرى كلما اقترب المدى الإسلامي الحكم بالديمقراطية والليبرالية الغربية كلما كره الغرب ذلك وقضى عنده قيم أعلى من الديمقراطية هي أن لا يقرب هذا المذهب إلى الحكم وحصلت لنا مرتين مع نميري كما قلت جاء من أمريكا وألقوا بنا في السجن من الوظائف العليا وكذلك مع الصادق جاءت ضغوط عليها أن أخرج هؤلاء وإلا لنخرجنك فنحشعرنا بأنه من عدا عليك تجي عليه مثل ما احتدى عليك الديمقراطية لم تأتي بالحسنة في فرنسا جاءت بالثورات قصدناها كذلك لكن كان من الخطأ الذي انتهجناه ما كان لنا تجارب كيف تقوم قائمة للإسلام الإسلام يتدهور منذ عشر السنين ما قامت له قائمة إلا بثورة شعبية في إيران في السودان سودان بلد نتعدد القبائل وجيرة إذا أقمت ثورة شعبية يمكن أن تختلط بالعصبيات القبلية وتدخل عليها الداخلات وترتبك الأمور فقلنا لا بأس بمظام عسكري يقلب الأمور ولكنه بعد ذلك يبسط اللامركزية والحريات وهكذا لماذا لم يتم هذا طوال 11 عاما كنت أنت فيها موجودا في السلطة من المفترض هي ليست عيبا على السودانين العسكر منذ زمن بعيد يعني لما عزل سيدنا عمر خالد بن وليد يعني العسكرية دائما تربيك على أن تحتكر السلطان وأن تستأت تلجأ للقوة دائما ألا 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 يكون وبينك بين الآخرين هو التشاور والإجماع في نهاية الأمر أن يكون الأمر والذي يعلو على يعني عايز تقول أن الفترة تاريخ الإسلام في تركيا فترة الأحد عشر عاما كانوا هم الذين يحكمون وأنت لم تكن لك دور في أول العهد كان لنا دور إلى متى لأنه بسطنا للحكم اللامركزي أغيمنا نظاما فدراليا وحررنا لاختصاد كذلك في كل السودان من قبضة الاشتراكية في كل السودان في كل السودان نعم لكن أدركنا أنه ما يكتب على الورغ هم يتعثر عليه من يطبقوه واقعا يعني لأن العساكري يعلمون الأمر ولا أعلم حرية للصحف والحرية للأحزاب وكما كنا نريد أن تنضي مثل نموذج المدينة بعد ذلك وقع الخلاف وهذا هو سبب الشقاق الشقاق لم يكن صراعا على السلطان كان على كيف بنية الدول الإسلامية التي ضلت منذ الخلافة الرجدة أن ذهبت يعني أصبحت كلها خلافة كلها سيطرة على أمور خليفة واحد ويخرج عليه فتنة ولكن مزقت العالم الإسلامي شعوبا وأقطارا يعني أنت الآن كأنك تقول بأن الحل في يد النظام الحكم في الخرطو الحل ليس في الأيدي في الحريات كيف أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير كيف يكون الحل في الحريات نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي في السودان فابقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة مع الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي في السودان حول مستقبل السودان لا سيما في ظل المخاطر التي تنتبه في شرقه وغربه وجنوبه وبعض القراءات لما يمكن أن يحدث خلال هذا العام 2008 قلت أن الحل في الحريات والحريات تنتزع لا تمنح نعم صلةنا بالله صلة حرة لو شاء ربنا لا أكرهنا لكنه لا يكرهنا هي طوعية وصلة البيت الزواج عقد طوعي وليس فيه من إقراه ولا مطايق ولا جبر الشركة لا يمكن تقوم لتنتج يا أخي إلا بإسهامي الحر معا لنتقدم الإجماع لا يقوم إلا برأيه ورأيك نتداول وهكذا الحياة كلها هكذا تقوم يعني هداية الدين كلها المدينة أخي الصغيرة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الصغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجد فيها أقليات ملية جهودا وجعل لهم محاكمهم الخاصة وتعلمهم الخاص ولكن صحيفة المدينة كانت تجمع المدينة أمة واحدة كما يقول فأنت لا يمكن أن تجمع الناس بالضم بالقحر أصلا لحين ما يمكن ولكن بعد ذلك ينفجر لكن هذا الموجود البلاد بعضها صغير يمكن أن يعني أن تحيط بالناس قوة هكذا ولكن في بلد يعني مجتمعه مركب متشعب وأراضيه ممتدة ولها جوار مع تسع دول من العسير لأن الفرص تستح لهم يعني كأنك ترى أن أنقاذ السودان قائم في الفيدراليات نعم في النظام فعلا التجربة الإنسانية لو أن المسلمين كل تحت الخلافة يعني أقاموا نظاما من التوازن بين حكم ذاتي لكل منطقة ويجمعون يجتمعون جميعا بشورى حتى في عاصمة الخلافة تمثلهم جميعا لا تمثل أسرة واحدة قراشية وعباسية لا اجتمع العالم الإسلامي أمة واحدة ولكن تفرق لهذا السبب فالسودان الآن لا يمكن اجتمع إلا يعني المشكلة التي السودان يعنيها الآن هي نفس المشكلة التي كانت تعانى في عهد الخلافة أن هناك سلطة واحدة تريد أن تبسط يدها على الكل العثمانيون كذلك جمعونا يا أخي الكريم بالدين ولكن لأن السلطة لا نتبثل فيها نحن لا نجد أنفسنا في المركز هناك وليس لنا في ما يعنينا ما يلينا من كيان خاص خصوصيتنا الخاصة ولذلك استعننا بالشيطان الغربي والغرب كذلك غام علينا والآن كثير من البلاد الإسلامية والعربية المتسعة الأرض تعاني من القضايا الإقليمية والقضايا الملية هذا هذا واضح لك يا أخي العراق وغير العراق فالسودان بلد لا بد أن تبدل فيه أن المجتمع بحر بخياره الحر ينتظم كله ويولي عليه سلطانا رئيسه يشعر لأنه يختار من كل الشعب أنه يأتي من كل أنحاء البلد لم يأتي بالقوة فقط من المركز والمجلس التشريعي الذي يصد التشريعات يمثل كل بلد ولم تصدر موازن عام إلا موزونة ولم يصدر قانون هل لديك مشروع قدمته بشكل واضح لإخراج السودان من هذا المأزق وفق هذه الرؤية نعم نحن منذ زمان أدركنا كلنا الآن كل القوى السياسية حتى الحكام الآن نظرا يدركون أن الفدرالية الاتحادية الفدرالية الوفاق الميثاقية الجامعة للناس النظام الاتحادي كما نسميه من الحكم المحلي تبتدي الحكم الإقليمي فالحكم الاتحادي هذا تسعى به إلى خارج البلد حتى مع الجيران حتى تشكل نظومة مثل نظومة الأوروبية مع الجيران لا يمكن أصلا أن يحكم السودان من عاصمة واحدة بقوة واحدة لكن هم ربما يقولون هذا الأمر حكم به خلال الخمسين عاما الماضية ويمكن المواصل طبعا الشعب لم يكن وعيا يدرك أنه مظلوم ويقارن بين حاله وحال الأقاليم الأخرى زيادة الوعي عند الشعب تلعب دورا في هذا نعم وثانيا العامل الدولي الذي ذكرت الآن ليس عسيرا عليه أن يوظف أيما مشاعر في الداخل يسكي الفتنة فينا لأنه بلد كبير كالسودان وخطير كالسودان بثروته وبثقافته من الخير أن يوزق أشلاء حتى يسهل بعد ذلك احتوائه والإحاط به فلذلك السودانين كلهم يشعرون بأن لا أن يكون شعارا تكون حقيقة لو كان المجلس النيابي التشريعي يمثل كل السودان قبل أن نكتب الفدرالية في الدستور ونقتسم السلطات لكل نقصومته من السلطات كل ولاية والمركز القومي له سلطانه لا يمكن أن يصدر قانونه إلا بالأصوات والأصوات الناس يحتجون ويرتدون طيب إذا كانت السلطة تعارض ذلك وتمسك بكل الأمور الآن ما هو المخرج والأخي السلطة الآن المجلس كله النيابي معين من فرد والفرد جاء بالقوة أنت جبته والحكومات الجبلائية يا أخي والله جينا بهم عشان نقدر نفتح طريق لمنهج الإسلام لأنهم لا يرضون الغربين بالإسلام فدراليا كانت شورويا كانت حريا كالليبرالية مثلا شورويا كالديموراطية أن ينتسب الإسلام هذا يثير فيهم طبعا ثائرات الذكريات منذ الحرب الصليبية والحرب الاستعمارية ولكن هذا الذي حدث وفارقتهم لذلك طبعا اجتمعنا على هذا الهدف ثم اختلفنا عليه لكن لا بد أن يبدل نظام الحق في السودان إما بانتخابات قادمة صادقة فدستور يديد يخرج لنا معادلة مرضية من كل أهل السودان عادلة لكل غسمته وحظه فيطراض الناس بها كالشركات يعني مثلا أو وإذا لم يحدث ذلك السودان فعلها مرتين سيثورة السودان ثورة شعبية نعم أنت تدعو دائما إلى ثورة شعبية لكن هل الثورات الشعبية يمكن أن تنقذ السودان أم تدخله في دوامة من العنف أخرى نحن مرتين يعني في الرابع والستين ثورة ضد الحكم العسكري يا أخي الكريم الشعب كله خرج كل من الدواوين ومن الدكاكين ومن البيوت وخرج وانهار النظام تماما لكن لم يعد هناك مجال للثورة الشعبية لا أحسب ذلك حتى في أغربة الغربية أحيانا بعض الحكام هناك دعم غربي وأجهزة الخبر التعمل وأموال التضخخ وأشياء كثيرة تحدث صحي بالطبع لكن لا يسيرني الغرب ليس هو الله يصرف الأمور يعني لا أرهبه يعني أخشى الله ولا أخشاه يعني طبعا لا أنفي أصلا فاعله أنه يفعل وأنه يمكن أن ينزل علينا من قوة ضاغطة ولكن لا يمكن أن تنفي عن الشعوب حقها أخي لا خير في وحدها لا تحنوها الشعوب حكامنا حاول أن يوحدوا بيننا عربا هل وحدوها حتى في مجلس إقليمي الجامعة العربية هنا في الخليجة أو في المغرب العربية أو في جامعة العربية ولا في منظرة مؤتمر الإسلام يا أخي يعني الشعوب لم تلتقي لو تركوا الشعوب الإرادات التقت أخي هي التي تشكل إجماعا وهي التي تلد التفاعل والتزاوج والمشاركة والمفاعلة والتي تبني الحضارات يا أخي الكريم طب أنت قرأتك إيه الشعوب حتى الآن أصبح عندها نوع من الملل نوع من حتى ما حدث في فلسطين لو لأن الفلسطينيين هم هدموا الجدار يعني كانت الناس تكفي أنها تشاهد الفضائيات وخلاص ستة أشهر لأنهم هدموا الجدار يا أخي الكريم الشعب المصري يستقبلهم وأحصل السيغب لو هدمنا هذه الجدر بيننا الآن حتى دولنا الآن أقطارا والله يشعروا هذه لم تجد كلها تدخل بعض على بعض تتآخى وتتزاوج وتتعمل وتتشارك وتقيم يعني العالم كله يجتمع الآن وينتظم في دول كبرى حتى الأقوياء متسلطون على العالم الآن يجمعون أوروبا كلها يعني ونحن الذين اتقطعنا أشلاء يعني كل مننا يقوم بخصوصيته وسيادته وفي داخل الوطن كذلك لا يؤذن لكل الرأي العام لكل واحد أن يلقي بسهمه حتى يقول الرأي العام شركة من الإجماع نتاج فكري هائل لكن واحد لا أريكم إلا ما أرى يتفرعن فينا والمال كله يريد أن يسيطر عليه هو لا يترك لنا المال وبالشركات نجمعه ونصنع المصانع الكبرى ولكن يريد نهوم ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته هو وهو الرب الأعلى كل الديانات الآن الآن الحكومة أعلنت أنها ستجري انتخابات ربما تجري هذا العام 2008 وربما في العام القادم لم يحدد موعدها بعد هل لديكم استعداد مع الأحزاب الأخرى لانتهاز فرصة هذه الانتخابات لمحاولة تغيير الوضع أم أن الحكومة يمكن أن لا تسمح لك يا أخي إلا واحدة في كل هذه البلاد العربية كلمة انتخابات هذه جرت في بلاد أخرى ولكن كل العالم يعلم أنها هي إلا معرض نريد أن نكون كالدول أخرى لن نعلم ولن نشيد ولن انتخابات ولن دواوين ذات مناصب وذات أسماء الانتخابات ألغيت في عهدك وأنت موجود ألغيت تحاد الطلبة ألغيت كل الأشياء التي كان فيها ديمقراطية في خلال الأحد عشر عام لأول عهد أي ثورة في العالم هذا طبيعي دائما أحد الثورة الأول لكن إذا كانت أهدافها فعالة ديمقراطية إما أن تنضي بالإرهاب كالثورة الفرنسية رحيما طويلا أو أن تزيل النظام القديم وتمكن نظمها فلما جئنا لأن نمكن النظمة التي كانت مخططة مرسومة وقع الخلاف بين المتعسكر والممتعسكر هل تسعى مع سهرة؟ الانتخابات يا أخي الكريم الأحزاب كلها تشك في أن الحكومة الآن لها سلطات استثنائية تعتقل وتسجن الناس في محتقالات تمتد بغير تهمة وبغير جناية فيمكن أن تفعل بذلك بكل النشطين في 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 لا يرطون الآن في ظاهرة عندكم حزب المؤتمر انقسم إلى وطني وشعبي حزب الأمة انقسم أيضا الصديق المهدي ومبارك الفاضل الاتحاد الدموقراطي انقسم إلى المنغني والدقير هذه الانقسامات الموجودة في الأحزاب هل يمكن أن تؤهل أن تجتمع هذه الأحزاب مرة أخرى وتشكل جبهة تنادي بما تنادي به يا أخي بغير الحرية وبغير الشورى أصلا لا لن يقوم قادل ولن يمنحكم أحد الحرية ولم يمنحكم أحد الشورى هاتلي حاكم عربي كده قال للشعب بتاعه أخذ الحرية الحمد لله الآن يعني إذن لندعو الشعب أنه يسترد حريته إذا هذا لا يؤدي الأمانات إلى أهلها أن أن ننزع الأمانة ينزع أهلها أمانتهم وبعد ذلك يا أخي يتقدم الأحزاب أولا تتبدل تتجدد القيادات قيادتنا كلها رموز قديمة نحن في السودان والنظام العسكري يمزق البلاد حتى الناس يظنون أن النموذج الإسلامي يمزق البلد لا يوحد الناس أصلا وشانوا سمعة الإسلام يعني ويمزق الأحزاب لأنه إذا فرغ الأعداء كلهم يمكن أن يحكم بالطبع العدو فرق العدو تسود يعني فيتفرق هو ويفرق القوة لا تجمع الجبروت لا يجمع الطغيان لا يجمع أصلا وإنما يفرق يعني ربنا ترسم الكون بينه وبينه كان يمكن أن يجعلنك الأشياء كده كله بقدر واحد اسمح لي أخذ بعض أسئلة المشاهدين تأخرتوا عليهم علي تاج الدين من هولندا سؤالك يا علي علي أمير صدق عليكم السلام ورحمة الله دكتورة ترابي منذ خمسينيات تلقى العشي تشارك في النظم النيابية ثم تنغلب عليها وتصدع عرابا فقيها تأسي فقيها دستوريا سؤالي هو كالآدي ما الذي تريده من السودان بالضبط شكرا لك تفضل يا دكتور أخي الحمد لله هذه التجارة كلها إضاءة حين يتبين الخطأ وعبر حين يتبين الصواب الذي يريده السودان يعني أحاول أن ننشئ الآن حزبا قوميا يعني فيه جنوبيون وفيه غربيون وفيه نيسا وفيه رجال والحزاب الأخرى كلها في السودان ليست بقومية يعني حزاب رجال إما ذات شمال أو ذات جنوب أو ذات غرب أو شرق في الشمال وأحاول أن نجمع السودان لا بالقوة فقط من القرطوم مثل العهد البريطاني والذي خلف من بعدي ولكن بأن نمد ولا أقف في السودان كذلك أريد أن أبسط اليد كذلك لنشكل منظومات إقليمية مثل المنظومة الأوروبية الأغنياء يجتمع من حوله وليع علاقات بكل الجيران حتى نفتح الحدود ونريد للنهضة أن تكون حرة كله نعمل إن شاء الله ونجتمع شركات حتى تنهض البلد لأن فروتنا هائلة ولم نستغلها بعد ونريد ثقافتنا الحمد لله ينبسط باللغة العربية الآن في كل البلد أريد أن تحمل رسالتها إن شاء الله وتمتد فيها وفي العالم وخارجها يعني أريد السودان أن يكون ما هو أهل له في واقع الأمر بموقعه العربي الأفريقي بحدوده الواسعة بإمكاناته التي لم تستثمر بعد إن شاء الله عمر الدود من إيطاليا سؤالك يا عمر السيد خير يا أحمد مسك الله سيد سعالي لضيفك دكتور حسن الترابي هاوز أقول له إن ألفت نظر الجميع في غضية السودان بالنسبة لدارفور والجنوب هذا الشخص لأمامك يا أخي من أحد الصيراطانات لا أسمح لك لا أسمح لك ولا لأي شخص أن يلان من ضيف إذا عندك سؤال بأدب واحترام لكن كونك بدأت بهذه الطريقة اسمح لي أن أوقف لاتصال معك نادر يا حيامن السعودية سؤالك يا نادر نادر سؤالك يا نادر عليكم والسلام تفضل الله يبارك فيك في البداية أقول له تحييق عن تجذير على البرامج الرائع بالنسبة للمدعي حسن الترابي يا أخي بالدعي بأنه إنسان شيخ وإنسان يعني أقول له يا نادر نادر دون أي شخص صنة للمسائل عفوا 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 يا أخي اللي عايز يسأل باحترام الناس من حقها أن تختلف ومن حق الناس أن تقول ما تريد إذا أردت أن تتحدث أو تختلف مع أي شخص وتطرح ما عندك من أسئلة فاطرحها أمير صديق من قطر سؤالك يا أمير استشهد الدكتور حسن الترابي أو برر الإنخلاق في عام 1989 بأن الغرب لا يقبل الديمقراطية وهو الآن يتحدث عن أن الديمقراطية والفيدرالية هي السبيل لخروج سودان من وضعه الحالي هل غير الغرب رأيه وأصبح يقبل الديمقراطية الآن كي يسمح للإسلاميين بتولي السلطة عبر الديمقراطية كما يطمح الدكتور الآن ثم أن الدكتور يستشهد أيضا في زم تقريبا العسكر من السلطة بمثال سيدنا خارج بن الوليد من قبل سيدنا عمر بن الخطاب أما كان هذا المثال كافيا لتحاشي تجربة الدخول في تحالف مع العسكريين قبل أن يقع ما وقع شكرا لك تفضل يا دكتور الغرب أصلا بالنسبة للعالم الإسلامي بينه وبينه تاريخ ولذلك إذا انفتحت الأبواب بالانتخابات الحرة العدل وتجلت الإرادة الوطنية ستحمل معها وزنا إسلاميا ولكنه لا يرضى بها إذا في فلسطين مثلا وديرت انتخابات فخرجت خرج الإسلام كان يريد أن يستدرك المولود فينشضه قبل الميلاد فإذا أولد يحيط به ليئده بعض الميلاد وحدث هذا في الجزائر كما تعلم وحدث هذا في تركيا الآن وتحدث بلاد كثيرة والغرب لم يتحول بعض حتى دخل علينا حديثا وقال أنه يريد أن ينشر الديمقراطية ولكن أدرك أن الديمقراطية بدل أن يلجأ الناس للقوة وللعنف والصراعات التي يخاف منها أو يسميها يرهابا يخير لهم أن تأذى لهم أن يبسطوا رأيهم وأن يقيموا نموذجهم وإن كان معيبا يمكن أن ينال منه بعيبه فالغرب الآن يحتاج لأن نوازنه بشيء من القوى الشعبية الضادة الشعبية ولكن إلى الآن لم تستوي الأمور في الغرب أجال جديدة في الغرب يعني نسبيا متحرط شيئا ما من رحن الماضي نرجوها ولكن لابد إذا لم تقم إرادة هنا في هذه البلاد لن يؤذن لإرادتها المستقلة وطنية كانت فضلا أن تكون إسلامية أن تبلغ السلطان الخير أن يضع علينا السلاطين كما يريدونهم هل وارد عندك أن تلتقي مع الرئيس البشير أن تحاول يعني إعادة الأمور استدراك هذه الأشياء التي تتحدث عنها هل يمكن أن تعود مرة أخرى بدلا من هذه الصراعات التي لن تقود إلى الخير عادة نعم أنا لم يصدر مني لم أبادر بشر يعني هو الذي أعتقد أنه مرة بعد مرة يعني لأننا عجلنا في قضية الجنوب واتفقنا مع الإخوة الجنوب على اتفاق عام سلامي عام ولأنه منذ الربع وستين نحن كنا في مؤترمات السلطان نتقدم على العزاب الأخرى تلقاء الجنوب وظن ذلك خيانة ولكن جاء بعد ذلك واتفق معهم اتفاقا يعني ثنائيا وحده يعني وعجلنا كذلك بأنه قضية دارفورمي الخير أن تستدرق قبل أن تستفحل بأن يبسط لهم الحريات واللا مركزية ويبسط لهم نصيبهم كلهم في الحكم وفي الثروة بل أن يعطوا أكثر من ذلك ليستدرقوا ما فاتهم فوت عليهم من قبل ولكن كذلك انقلب علينا وسجننا كذلك تقفي دقيقة بقيت نعم يمكن وأن إذا رفع يده من الاحتقال والسجن السياسي تماما ومن الأخذ على الأحزاب بالقوة وتفجيرها أتحدث معه وربما نعود يعني أنا لا أستيئس أصلا إلى أصول هل لديك شروط؟ لو دواعينا دينية لا شروطنا فقط أن يأتيني على سواء يعني لا يسجن يسجن لنا عشرات الآن سجنا سياسيا وحيثما ذهبنا نعاكس في كل شيء وأخذت مننا يعني دورنا وفيها جميعا هذه الأشياء يمكن أن تسوى إذا جلسنا على سواء يمكن أن نعود سواء بهداياتنا الدينية نرجع بنياتنا أو مع الأحزاب الأخرى التي هي تأتي إلى الحريات لا من تلقاء الدين ولكن تلقاء الليبرالية تأتي إلى الشورى والنيابة والمسؤولية لا من تلقاء الشورى الإسلامية ولكن من تلقاء الديمغراطية الغربية ويمكن ذلك أن أتفق معه على ما هو أعماق مما أتفق مع أسائل الأحزاب الأخرى أشكرك شكرا جزيلا وأمل أن تجد دعوتك هذه في النهاية إلى المصالحة صداها لدى الرئيس البشير كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم أملين أن قناق قدمنا لكم رؤية عما يعيشه السودان الآن وعما يمكن أن يواجهه في المستقبل في الختام أقول لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر